أثمر التعاون الثنائي الذي جمع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن البدء في تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لتسهيل إجراءات المحاكم بالشكل الذي يضمن سهولة وسرعة السير والبت في الدعاوى القضائية المتنوعة وصولا إلى حسمها جاء ذلك خلال لقاء ترأسه معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء التفتيش القضائي وثلة من القضاء إضافة إلى مدراء ومسؤولين في الوزارة ولفت معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة إلى ما تنتهجه الوزارة بمساعدة من المجلس الأعلى للقضاء في مواكبة أحدث التطورات العالمية التي قد تطال مجال تقديم الخدمات العدلية على اختلاف أنواعها للمستفيدين منها مشيرا إلى أن التعاون بين الجهات الرسمية أثمر عن إمضاء العديد من الإنجازات على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تشريع التواصل فيما بين أصحاب الدعاوة والتي كان آخرها تفعيل نظام المحضر الإلكتروني هذه فرصة لكي نعكس قناعة حقيقية داخل سلطة قضائية طبعا ولكن أيضا في الأجهزة المساندة لها ومنها وزارة الحدل كذلك الدعم غير المحدود الذي نلقاه من الحكومة الإلكترونية أن ثلاثتنا على خط واحد نريد تطوير الإجراءات المتعلقة بالتقاضي بالشكل الذي يتيح سرعة وكفاءة واختصار لمجهود الأطراف ومجهود السادة قضاء في الفصلة في النزاعات لذلك بدأنا بمساندة كبيرة من المسألة على قضاء في موضوع التنفيذ اليوم إجراءات التنفيذ كلها بما في ذلك استئناف قرارات قاضية التنفيذ تتم بشكل إلكتروني ومن الممكن الولوج لها عن طريق الإنترنت كذلك محاضر الجلسات جميعها في المحاكم المدنية والشرعية صارت إلكترونية وهذا يوفر كثير من الوقت والمجهود وعدد الموظفين حتى فيما يتعلق بهذه الأعمال واستطعنا بالفعل نحن نجد أنه هناك فيه نوع من التحرك الأسرع داخل المحاكم واليوم حقيقة هاي الخطوات اللي تمت سبقت خطوات أخرى في التنفيذ اليوم إحنا في إطار الجهاز التنفيذ ألغينا كل العملية الوراقية بتاتن وحتى الجلسات ألغيت وأصبح المتعامل مع التنفيذة تعامل من الجانب الإلكتروني طبعا الجانب الإلكتروني هي نقلة يجب أن تتم يعني قد ندعي بأننا نتأخرنا شوي لكن هي خلاص بدأت وبدأت بالتنفيذ من حيث المحاكم الابتدائية والاستعناف والقيات عملية الوراقية واليوم طبعا سنزيد خطوة أخرى من حيث التبليغ في الجيل الرسمية من حيث تبليغ المحامين من حيث تبليغ الخبراء ترجمة نانسي قنقر